شمولية شيخ حسن البنّة ليؤمن بتعددية الأحزاب ممنوع أن يكون في البرد المسلم أي أحزاب حزب واحد فقط وطبعاً معروف من هذا الحزب وماذا هو ونرى نقرأ كلام وهنا نطلع عليه وهذا طبق والجماعة كانت ضحية هذا المنطق الذي طالبت به صحيح؟ شيء مرعب فالشيخ البنّة يفهم الإسلام فهماً شمولياً هناك ناس تظن أن الإسلام غطى كل شيء في الوجود غير صحيح غير صحيح النصوص نفسها محدودة العلماء يدركون أن النصوص كنصوص محدودة معدودة الآيات معدودة الأحاديث الصحيحة المعتمدة معدودة طبعاً ذلك هناك وقاعة كثيرة تستجد للناس وليس فيها بخصوصها نصوص هنا يستخدم القياس دخلنا في الاجتهاد يستخدم القياس هناك أيضاً عنه الإجماع هناك أشياء أخرى مصادر غير ذلك مثل المصلحة المرسلة مثل الاستحسان أشياء أخرى كثيرة لسه وبعدين هناك مجالات الإسلام تعمد أن يتركها بغير تنصيص وجعلها على أصل ماذا؟ على أصل الإباحة وهذا يذهب أن تنظم حياتك فيها وتفنن فيها وتفلسف فيها وشرع فيها كما تريد بما يحقق ماذا؟ مقاصد الشريعة لا شيخ حسن البنة والشيخ سيدة قطب الله يرحمهم كانوا يظنوا الإسلام لا ما فيه موضوع إلا عنده لذلك هو عنده فهم شمولي للإسلام جميل لا بأس هذه على فكرة أقل النواحي خطورة فيه شمولية الفهم لكن الأخطر من هذا شمولية على مستوى آخر دعوته ودعوته من بين الدعوات يعني مصر كانت تزخر بكثير بالدعوات والجماعات وبألوف ألوف العلماء جميل جداً هو قال لك لا بغض النظر عن هذه المعطيات الواقعية فهمي أنا منهجي فهم جماعة التي أسستها هو الفهم الذي يتطابق ويتماه بمعنى أينس تو أينس يعني واحد لواحد الجماعة تساوي الإسلام الإسلام هو الجماعة هذه شمولية خطيرة لا هو يقولها بغير تردد في مواضع كثيرة رحمة الله علي من رسائله هل تقول له هذا ينبني عليها أشياء خطيرة جداً ينبني وقد انبنى نظراً وعملاً مش مشكلة قال لك هو هيك وهذا بتفسر لك أشياء كثيرة حتى في نفسية أتباع هذه الجماعة جميل جداً ولذلك كما أقول له في الدرس السابق هو جعل جماعته معيار تعيير أي جماعة طيب ليس جماعتك اجعله القرآن اجعله الإسلام قالك لا 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 أي إسلام إسلام والقرآن أكمل فهم عندي أعظم تمثيل له جماعتي عمل مماها تامة بين الجماعة وبين الإسلام مطابقة مطلقة بين جماعة وبين الإسلام هذا ليس لأحد من خلق الله إلا أن يكون نبياً اللي ممكن يقول لك فيه ممهاء كاملة بين فهمي وبين الإسلام هو رسول الله إيش رأيك أبو بكر ما يقدرش ولا عمر ولا علي ولا عثمان ولا واحد ولا الشافع ولا أبو حنيفة ولا الصادق ولا زيد ولا واحد وكما قال إمام دار الهجرة الإمام ما لك على مش حسن البنة كل أحد يؤخذ من قوله ويرد أو يترك إلا صاحب هذا القبر حسن البنة لم يصدر عن هذا المنطق بالمرة صدق صدر عن ضد هذا المنطق تماماً وعلى طول الخط الجماعة هي الإسلام والإسلام هو الجماعة مطابقة تامة والجماعة محيطة ما تترك الشيء في الإسلام إلا إيه إلا حازته ومن أحسن أطرافه كلام كلام إن شاء كله ما شفنا أثره على الواقع وما شفنا أثره في التنظير كمان ما شفنا ناس التراث العلمي الهائل الذي كتبه البنة أو حتى تلميذ البنة إيه في مئات المجلدات بحيث أنهم أعادوا مثلاً إيش أو عرضوا تمثلهم للإسلام الفقه والعصول والتصوف وكذا ما شاء الله في مئات المجلدات ما شفنا ناس كلام يعني إذا دعاوا كلهم يدعي إذن كل واحد ممكن يدعي ويطلق إيه كلمات كبيرة مثل هذه الكلمات لكن معظمه سيكون أجوف كلمات جوفاء ليس لها محصر حقيقي للأسف الشديد شوف إيش كتب الشيخ البنة رحمة الله عليه في لسالة من هم الإخوان المسلمون مرة أخرى أيضاً كما قلت في الدرس السابق يغذي فيهم وينفق فيهم حس حس ماذا؟ حس الذاتية والفرادة وإن شئتم كمان وعبارة جارحة قليلاً إنرجسية إحنا إحنا وإحنا كل شيء وإحنا ما في شيء يقترب منا وما في شيء حتى مثلنا إحنا وإحنا 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 وهو منطق ضد منطق القرآن أو ضد المنطق الذي خطب به الرسول أصحابه وأهل بيته إيش كتب رحمة الله في رسالة من هم الإخوان المسلمون أحب أن تتبينوا جيداً من أنتم في أهل هذا العصر من أنتم في أهل هذا العصر وما دعوتكم بين الدعوات وأيّت جماع جماعتكم ولأي معنى جمع الله بينكم وحد قلوبكم ووجهتكم وأظهر فكرتكم في هذا الوقت العصيب الذي تتلهف فيه الدنيا إلى دعوة السلم والإنقاذ فاذكروا جيداً أيها الإخوة أنكم الغرباء الذين يصلحون أو يصلحون عند فساد الناس وأنكم العقل الجديد الذي يريد الله أن يفرق به بين حق والباطل والأمور ملتاثة ومشتبهة عند المسلمين كلهم إعنتوا تفرقوا الحمد لله غريب في وقته التبس التبس فيه الحق بالباطل وأنكم دعاة السلم سنشوف دعاة السلم فعلاً تنظيم الخاص والقتل كذا والاغتيالات دعاة السلم وأنكم دعاة السلم وحملت القرآن وصلت الأرض بالسماء دعاة كبيرة رهيبة ما شاء الله وورثت محمد وخلفاء صحابته من بعده